استاذ نبيل من الشرقية. السلام عليكم يا عمسيو كل سنة وانت طيب. وعليكم السلام رحمة الله بركاته يا سيدي. انا انا عاجة اسألك سؤال عن اخواتي. انا ذاتي انا كبير في اخواتي. فاخواتي كلوني في البيت. مم. واحد جمعة ستة كلوني في الارض. حيطة ارض عندنا. فاني المواردة رفعت عليهم اضيها. واقف واكساد مني في المحكمة وخد حقه. وبقى هو واخوته كالاخر. حقه اخته. انا عايز هي الشرعة في الدين لهم. بس سماعهم والنبيا. شيخ عشان خطرح حبيبك النبي. عليه الصلاة واسك السلام. حاجة نبيل بس ان عندي سؤال بس. هو الحاق بتاع حضرتك ده. عليه اسبتات? نعم. يعني الحاق بتاع حضرتك ليه عليه ورق ولا معلوش ورق? معايا ورق ورفع له مضي. طب كويس. معضيت فرز وتجنيب. واقفوا جساد مني. في المحكمة. يعني الفلوس دي كانت مراس عن عن والدك او عن والدتك? وبعدين ما حصلش? لا والدي. والدي. والدك طيب. وما حصلش فرز وتجنيب. وعملوا امه. وتعدوا على الارض بتاعتك يعني? لان ما فيش فرز وتجنيب? ايه واقعوا على الارض كلهم. ولا حاجة خالص. ولا حاجة خالص القاضي ايحكم لك ان شاء الله لان انت صاحب حق. انهم تعدوا على هذا المال. وعليهم انهم يعطيك تمن هذا المال. ويعطوك كمان تعويض. والقاضي قد يحكم عليهم بتعويض ايضا. فلذلك اللي حصل? حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انا بكلم دلوقتي اخوات الحج نبي. يا حضرات انت مش حمل النار. والله انت مش حمل النار. حضرة النبي صلى الله عليه وآله يا سلم. قال كده للصحابة. لربما يكون احدكم الحن بحجته من اخيه. فاقطع له حق اخيه. ادي له حق اخيه. فمن قطعت له حق اخيه. فليأخذه او فقط قطعت له قطعة من النار. فليأخذها او يدعها. الارض اللي تباعد دي. اللي هي كانت حقه. وعنده اثباتات عليها. وزي كان سألتم. لان ممكن هو يكون متصور ان ارض بتاعته هي مش بتاعته. لأ ده بيقولك ده مراس. والملك بتاعه كان على المشاع. ده يمنعه من البيع. فهو ما باعه بطريقة او باخرى. وهو حقه موجود في الارض دي. فخلي بالكم المال اللي تباعده. ما المنزوع البركة. وكمان الارض دي. ده قطعة من النار. عليك. تخيل كده لما يجي يوم القيامة. وفاقه رافع القطعة دي. يوم القيامة. انتوا رفعين القطعة دي. وهي من النار. يوم القيامة. من ذلك. الشخص اذا اخذ. ارض اخي. او مال اخي. طوق بها الى سبع اراضين. فخافوا. ده يبقى عذاب في القبر. وعذاب يوم القيامة. فنتقل الله سبحانه وتعالى. في مال اهلنا. ده المفروض ان احنا نوصل رحمنا. مش بس. مش نقطع رحمنا. كمان ونأكل المال بالحرام. ده الناس. الناس عايش حياتها الان بالكاد. لكن نعيش حياتنا كمان بالحرام. والعياذ بالله. فده كمان. خلوا بالكم. خافوا على اولادكم. خافوا على اولادكم. ان انتوا تطروهم وتأذوهم. وتأكلوهم ما الحرام. وتكونوا سبب. والعياذ بالله. في انحرفهم. وسبب لانهم ما شايفينكم. وانتوا بتتعدوا على مال اخوكم. فاتقوا الله سبحانه وتعالى.